اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة معناه منه يبدأ يطلع 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 حتى يوصل لأعلى موضع نسميه بالذروة معناه يوصل لوحد الارتفاع وهو آش أوتير معناه آش معناه رمز فقط مجرد رمز ممكن تسيبه في ثمانية آخر رمز آخر إذن هذه مرحلة الصعود وصل لأعلى موضع ثم مرحلة النزول نحن نعرف بللي أي جسم لو كان نقفوه ننقسوه نحو الأعلى السرعة تاعة شي سرالها هذه تبدأ تنقص 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 حتى معناه تنعدم هنا ثم ماذا كيف تصبح سرعته سرعته ستبدأ في التزايد أثناء السقوط معناه رمز مهات فيكم للأسئلة القادمة إذن كيف تسمى النقطة آس؟ تسمى النقطة آس الذروة وهي أعلى موضع يبلغه الجسم المقذوف وعند هذه النقطة أبنائي يكون المنحنة نكون رحوا هنا لهذا المنحنة البياني في إجراك أو في إجراك مباشرة نقول أن في إجراك كم تساوي الصفر معناه هنا في إجراك نتلاحظوا باللي مراكبة شعاعة سرعة في إجراك راهات تتناقص من عشرها تنقص 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 احتل اللحظة في إجراك تساوي صفر هذه هي ماذا؟ هذه هي النقطة آس معناه نقطة الذروة إذن عند نقطة الذروة تكون في إجراك كم تساوي؟ تساوي صفر هنا شخص أقول لك عرفها ومعناه أقول لك بماذا تتميز؟ تتميز بأنه عند ذروة يكون في إجراك كم يساوي هنا الصفر معناه هذه النقطة تعالصفر هذه قيم موجبة وهذه قيم سالبة سنكتب هذا تعريف أبنائي حتى نكمل الشرحة إذن الحل السؤال رقم واحد تسمى النقطة آس كيف نسميها أبنائي؟ الذروة أو الذروة إذن قال لك عرفها لي حتى نقول له تعريف هي أعلى موضع تعريف بسيط جدا إذن لأعلى موضع يبلغه ماذا؟ الجسم المقذوف إذن بماذا تتميز؟ إذن وعندها معناه هذا هو معناه تتميز بأنه عندها معناه عند هذه النقطة أبنائي يكون في إجراك يساوي الصفر هذه هذه دولة في إطار معناه من مميزات نقطة الظروة السؤال الثاني الآن كيف تدعى المسافة آل عرفها؟ رح نشوفوا الشكل التي عناها المسافة آل وراها هذه هي معناها من صفر إلى بي إذن هذه المسافة آل أبنائي معناه من أول نقطة إلى آخر نقطة هذه نسميها المدى ما هو تعريفها لك عرفها؟ هو المسافة الأفقية رح ننهض الأفقيا هنا هكا عموديا وهكا أفقيا هي المسافة الأفقية بين موضع القذف ونقطة تقاطع المصار هذا هو المصار تقاطع المصار مع المستوي الأفقي معناها بسمينها أنه مابيك إذن المار من موضع القذف هذا هو موضع القذف إذن أعيد المدى وهو المسافة الأفقية بين موضع القذف ونقطة تقاطع المصار مع المستوي الأفقي المار أكيد من موضع القذف إذن سأكتب إجابة عن شؤال الثاني هذا زوج تعريف ذروة والمدى إذن تدعى المسافة المدى تعريف تعاه وهو المسافة الأفقية حذاري هنا يلقن بينولها أفقية عنا مسافة أفقية وكشوفوا بلعنا مسافة هنا رهي عموديا معناها الارتفاع إذن المسافة الأفقية بين موضع القف ونقطة تقاطع المسار مع ماذا؟ مع المستوي الأفقي المار من موضع القف صحيح؟ هذا التعريف تعالى عفوا نكتب مكشتبان إذن تعريف تعالى معناه تعالى المدى تعريف تعالى ذروة إلا قد تحفظهم أبنائي هذه الزوج تعالى تحفظهم أعيد المسافة آل المدى وهو المسافة الأفقية بين موضع القف ونقطة تقاطع المصار مع المستوي الأفقي المار من الموضع القف السؤال الذي يليه الآن شكرا لك اعتمادا على المنحنيين البيانيين التاليين والرهم هذو هم المنحنيين الذين يمثلان تغيرات مركبتي شعاع السرعة في إيكس بإقلاق على المحورين أو إيكس أو إقلاق بدلال الزمن لإختفهم واحدة حاجة أبنائي بأن الظروة عندها علاقة بيش بالمحور ماذا؟ بو المحور أو إيك على الخط شرها ترتفع نحو الأعلى معناها مع الخط العمودي وعند المدى عندها علاقة بيش عندها علاقة بالمحور الأفقي معناها أو إيكس لأن معناها المدى سيكون مراقب المحور الأفقي معناها كما على هذا الجسم القذحو سيởوها معناها بهذا الاتجاه أوفقيا جيد أو جد قال لك انطلاقا من هذين المنحنيين أول سؤال طبيعة مسقط حرقة S على المحورين OX و OY هذه نبدو أولا بالمنحنة VX بدلالة T معناها دائما سيكون منحنة باش بدلالة الزمن هذا شيء معناها بديهي يكون بدلالة الزمن ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن المنحنة VX بدلالة T هو مستقيم تلاحظوا بالي راح مستقيم موازي أو يوازي ماذا؟ محور الأزمنة راح موازي لي ولا لا؟ راح عندها المخطين متوازيين ومنه فإن مسقط حركة S على المحور OX إذن هذا المنحنة سيعة شنقول له هو حركة مستقيمة لأن المصارح مستقيم منتظمة لأن السرعة جاء راحي ثابتة لاحظوا باللي مركبة سرعة VX كراها قاعدة عشرة متغيرتش صحيح قاعدة عشرة إذن حركة مستقيمة منتظمة سأكتب هذا الكلام إذن سؤال ثلاثة ألف إذن مباشرة طبيعة أو نكتب أولا العنوان مثلا طبيعة مسقط حركة S معناها الجسم S على المحورين OX و OY نبدو أولا بماذا؟ نبدو أولا بالمنحنة VX لتي معناها المنحنة الأول معناها نقص بهذا المنحنة إذن هذا المنحنة هو عبارة عن ماذا؟ أولا معناها هذا يعتبر تعليل هو مطلبش من التعليل هي مباشرة نقول له باللي حركة مستقيمة منتظمة ولكن احنا قد نزيد فاهمكم طريقة تعليل إذا شو تقول له تقول له هو مستقيم يوازي محور الأزمنة ومنه فإن مسقط معناها مسقطة الحركة إذن مسقطة حركة S على المحور الأول واللي هو المحور OX إذن هو حركة أكتبوها بلون مغاير مستقيمة لأن المصار مستقيم من تظمع أظن أن الأمور بدأت تسهل عليكم صحيح بدأت الأمور تسهل عليكم الآن الرحل لماذا للمنحنة الثانية لهو ماذا لهو VY معناها LIT الآن هذا المنحنة لاحظوا باللي رأي من الشكل ماذا من الشكل VY ماذا يساوي يساوي A LIT زائد به نقطة تقاطع أكيد إذن ومنه حنا عنا في هذا المنحنة لاحظوا باللي رأي عنها مرحلتين أبنائين المرحلة الأولى شععة سرعة VY كي رأي رأي ما العشرة ورأي تناقص يتناقص يتناقص وماذا قلنا سرعة يتناقص هنا يتناقص أثناء مرحلة ماذا أثناء مرحلة صعود إذن هذا المثلث الأول لو كان نديرو له تهشير هذا المثلث الأول لها متعلق بواش بمرحلة صعود رحوا للمثلث الثاني الآن أبنائي هذا الثاني معناه احتل قيمة أربعة هنا يحث الزمن أربعة أو اللحظة أربعة إذن السرعة هنا لو نلاحظ أو في إقرال لو ألاحظ بأن القيم رأيها ما عندها لو كانوا نشوفوا هنا هذا قيم سالبة معناه هنا ناقص 1 ناقص 2 ناقص 4 ولكن السرعة تزيد بقيم سالبة ما معنى هذا السرعة تزيد بقيم سالبة معناه رأي عكس جهة الحركة هنا في جهة الجهة الحركة لهذا كانت قيمه جائبة وهنا الحركة لقشعله قذفناها كما هاك هنا رأيها في عكس جهة الحركة لهذا تكون القيام بالسالب إذن هذا المثلث الأول اللي كان ديره لها التهشير متعلق بواش أبنائي هذا المثلث الأول متعلق بماذا؟ بالمرحلة الأولى ومرحلة صعود هنا هذه اللحظة في إيجر اكتو سفر معناها اللحظة تعش تع الظروة وهذا المثلث الثاني اللي كان ديره لها التهشير أيضا هذا المثلث الثاني تعواش تع مرحلة النزول من كانت سرعة متزايدة بقيم سالبة لأنها عكس جهة الحركة أظن أن الأمور بدأت تسهل الآن في هذه المرحلة الأولى ما هو طبيعة الحركة هنا؟ إذن هنا حركة مستقيمة كيف هي؟ متباطئة أركزوا جيدا هنا حركة مستقيمة دائمة لأن المصار مستقيم إذن حركة مستقيمة متسارعة هنا متباطئة لأن سرعة تتناقص هنا متسارعة لأن سرعة تتزايد الآن لو كان يقول غيل المثلث الأول معناها يعطي منحنة تعغيل هذا يعطي غيل هذا الأول سيقول له حركة مستقيمة متباطئة وحبس لو كان يعطي غيل هذا الثاني يقول له حركة مستقيمة متسارعة وحبس الآن ما دمعطهم أنه في زوج شا نقول له حركة مستقيمة متغيرة بانتظام متغيرة معناه خطرة تكون متباطئة خطرة تكون متسارعة إذن متغيرة بانتظام مباشرة أكتب ماذا؟ إذن المنحنة المنحنة ما كان الشرح أبسط من هذا أبنائي إذن VY هو ماذا؟ إذن هو مستقيم معادلته وكم تقولوا هذو المستقيمات في الرياضيات إذن VY ماذا يساوي؟ يساوي AT زائد B معناه B نقطة تقاطع ومنه فإن ما سقط حركة AS على المحور OY إذن ماذا قلنا؟ هو حركة بلون مغاير مستقيمة دائما لأن المصار مستقيم عفوا مستقيمة متغيرة بانتظام أظن أن الأمور بدأت تتضح لكم معناه الأمر سيبدأ يتبسط لكم السؤال الذي يليه الآن إذن السؤال الذي يليه هنا في الحقيقة خطأ ما طبعا يدروا ألف ألف معلش قال لك أوجد قيمة V0 معناه أنا شاكل لك أبنائي قال لك أحسب لي السرعة قال لك أحسب لي السرعة عند اللحظة 0 وليحسب السرعة عند أي لحظة زمانية ماذا نستعمل؟ نستخرجها بطريقة أو بقانون في طاغورس شا يقول هذا في طاغورس؟ ركزوا معي جيدا شا قد نقول إذن شا أنا بنحسبه؟ بنحسبه قيمة V عند اللحظة 0 معناها V0 قانون في طاغور شا يقول V0 شي يساوي نستعمل الجذر صحيح؟ عفوا مشتبه الورقة إذن نستعمل الجذر هذا الشرح راني شارحة معناه في الدرس معناه تاقظيفة راني ديشة شارحة سابقا إذن V0 ماذا يساوي جذر؟ نديرو V0 تاع عشة X على المحور OX مربع زائد ماذا؟ V0 Y أيضا مربع صحيح؟ الآن نقوم بعمل التعويض نفرضه بالإبن حسبه عند اللحظة 1 معناه V1 نفس القانون يبقى نفسه نديرو V1 يساوي V1 X مربع زائد V1 V1 Y مربع خاصنا عند 2 V2 ونكملو إلى غيره V0 يساوي التعويض الآن نديرو الجذر تاعنا نشوفه V0 لX مربع كيف نخرجوها؟ نديرو التربيع تاعنا سنديرو واحدة القيمة ونديرو لها مربع نشوفه كيف خرجوه هذه V0 X ومعناه نروح لهذا المنحنة البياني عند اللحظة 0 هذه اللحظة 0 V0 قصدها هنا كيف حكمت السرعة؟ كيف حكمت؟ كانت 10 كانت 10 متر على الثانية إذن أكتب 10 مربع زائد V0 Y عند المنحنة Y V0 كم كانت أيضا؟ أيضا 10 متر على السيقون وهي معناها وحدة السرعة إذن دائما 10 مربع الآن بالآلة حاسبة أبنائي نديرو هذه معناها الحساب أو التعويض سنجد قيمة 14.14 ثم تأكدوا بالآلة حاسبة السرعة وحدتها المتر على الثانية بكل بساطة ونكون بهذا قمنا بحساب السرعة عند اللحظة ماذا؟ عند اللحظة 0 السؤال الذي يليه الآن قوانين نفس القوانين تبقوها في أي تمرين هذا القانون حفظه تبقوه من يقول لك أو جد السرعة عند أي لحظة صحيح؟ من يقول لك ما هي نقطة S معناها هذه النقطة قانون معناها تعريف تيحة وليها الذروة وتعريف تيحة لا يتغير ودائما لا يتغير المدى أبنائي معناها هو هذه المسافة من أول نقطة إلى آخر نقطة وهو المدى لا يتغير تعريفه ويبقى نفسه صحيح معناها طريقة استخراج طبيعة مسقط الحركة من يسكون عنها قضيفة لا تتغير معناها ممكن تحفظوا هذا الحال النموذجي وتحلوا بها أي تمني كان واضح؟ وهذه الدراسة اللي ندر فيها تسمى الدراسة البيانية مين شوفوا هذو المنحنيات البيانية السؤال الذي يليه بأ لحظة بلوغ الموضع معناها قال لك أوجد لحظة بلوغ الموضع معناها اللحظة ليوصل فيها للموضع آس حنا شا قلنا كبيلات معناها لو كان نروحون ونسقطوا في هذا المنحن تع في إقراك حنا شا قلنا قلنا عند بلوغ الذروة معناها النقطة آس يكون في إقراك كم يكون قلنا أنه يكون صيفر معناها هذا هو الزمن معناها كم كان عند عندما كان في إقراك معناها يشوي السفر كم كان الزمن كان إثناني شغوند ولكن مباشرة نشوفوا نقطة تقاطع هذه هي كم إثناني شغوند معناها كم هو أو ما هي لحظة بلوغ الموضع آس هي إثناني شغوند مباشرة سنكتب هذا الكلام إذن بقى لحظة بلوغ الذروة آس إذن مباشرة نكتب له تي آس معناه لحظة بلوغ الذروة كم تساوي إثناني شغوند مباشرة نجمو نضحو له باللي شدرنا سقطنا في المنحنة في إيغراف لتي فوجدنا هذه هي لحظة بلوغ الذروة آس السؤال الذي يليه جيم قال لك أوجد قيمة آش أقصى ارتفاع يبلغه الجسم النقاط آس قال لك احسب لي آش وراء آش معناه هذه هي هنا عنا حالتين أبنائي عنا الحالة الأولى نجمو نحسبوها مباشرة معناه الطريقة الأولى نجمو نحسبوها هذه مباشرة شا نديره نقفو نحسبوها ثم نقوم بضربها في سلم المسافات يقدمونا في تمرين ولكن في هذه الحالة معناش هذه معناش سلم المسافات ما نجموش نستخدمها في الطريقة نستخدم الطريقة الأخرى شا تقول لنا الطريقة الأخرى حناش قلنا أبنائي قلنا قيمة آش ما هي هي المسافة الشاقولية التي يقطعها الجسم آس معناه شاقوليا ما معنى شاقوليا معناه عموديا بين ماذا بين اللحظتين تشوي صفر وبين اللحظة تشوي ثنين معناه هذه هنايا قلنا تشوي ثنين معناه هذا هو المثلث لغادي خرجنا الارتفاع آش أو أقصى قيمة بلغها الجسم آس اذا ما الصفر؟ احتلوين احتلاثنين شا شكل لنا قلنا؟ شكل لنا مثلث والقيمة آش لحسابها يكفي أن نقوم بحساب مساحة هذا المثلث مساحة المثلث ماذا؟ ما هي؟ القاعدة في الارتفاع قسمة ماذا أبنائي؟ قسمة إثنان القاعدة في الارتفاع قسمة إثنان بكل بساطة اذا نقوم بحساب مساحة هذا المثلث نقوم بحساب مساحة هذا المثلث معناه لإيجاد قيمة 10 إذن قيمة 10 وهي أقصى ارتفاع معناه يبلغه الجسم قلنا هو نفس هذا المثلث هو نفس هذا المثلث لخرجنا كما هك ونديل لها التهشير هنا عنا 2 وهنا عنا العشرة معناه 10 ماذا يساوي هو المساحة المثلث ومساحة المثلث ماذا تساوي 10 في 2 قسمة 2 10 في 2 عشرون قسمة 2 إذن تساوي ماذا 10 هنا الوحدة باش تدي الوحدة حذاري الوحدة راها قاع بالمتر صحيح الوحدة راها بالمتر أبناء ها هي الوحدة إذن نستخرجها من هنا إذا نقشوه باللي المسافة أو الشاقولية باش راها بالمتر معناه آش نصيبوها بالمتر إذن عشرة متر السؤال الذي يليه الآن شو شقلكم قيمة آل أوجد قيمة آل معناه دائما نفسها أوجد قيمة آل علما أن الزمن المستقرق لبلوغ الموضع بي هو دلتا تساوي ماذا 4 سيقون ساوي 4 سيقون إذن هنا كيف نجيب عن هذا السؤال سنعيد مرة أخرى ما هو المدى أبنائي المدى آل هو المسافة التي يقطعها الجسم المقضوفة وتكون مسافة معناها أفوقية معناه هذه آل ساوي هذه آل الآن لو كان نروح للمحور أو إيكس ما دمرنا على المحور أو إيكس هذا هو المنحنة تاعه في إيكس هذا أبنائي المستطيل من اللحظة صفر لحظة القفر إلى اللحظة أربعة ثانية وهي معناها آخر آخر لحظة إذن شا قد يشكل لنا لو كانوا ديروا التهشير هنا يركزوا جيدا شا قد يشكل لنا؟ قد يشكل لنا مستطيل ها هو ها هو يبان لكم ها قد يبان باللي رأهم شكل لنا مستطيل الآن هذا آل أو المدى هو نفسه مساحة المستطيل مساحة المستطيل شاهية هي الطول في العرض بكل بساطة الطول في العرض الطول شحارة عندنا أبنائي الطول هنا يمكن نشوفه رأينا أربعة ثانية العرض شحارة عندنا عشرة معناها نضربه ربعة في عشرة بشرة ومعناها هو الوحدة بماذا تكون عمود أفقيا بشرة عندنا الوحدة أيضا رأينا بالمتر إذن سنقوم بحساب هذا المستطيل مساحة المستطيل وهي نفسها المدى آل إذن دال إذن قيمة آل وهي المدى شنديره إذن المدى رأينا قلنا على شكل مستطيل هكذا صحيح هنا رأينا كم عشرة وهنا شحر رأينا عشرة معناها المساحة التاعها كم تساوي عشرة في أربعة مباشرة إذن آل يساوي نفسه مساحة المستطيل ويساوي ماذا يساوي عشرة في أربعة ويساوي ماذا أربعون متر هذا نحسبنا المدى بكل بساطة أبنائي السؤال الذي يليه الآن إذن هذه قيمة السرعة عند اللحظة تساوي واحد ثانية معناها الكلام التي تكلمناها سابقا نظرية في طاقورس غير فيما كان سيب أشياء غاد نديرو غاد نديرو الواحد أي نكتب القانون أولا ثم نعوذ إذن هذا سؤالها إذن قيمة السرعة عند اللحظة إذن عند اللحظة تساوي واحد ثانية نكتب القانون في واحد ماذا يساوي جذر إذن في واحد لإيكس مربع زائد في واحد لإيقراج مربع الآن التعويض تعويض كنت نديرو نعود نروح للمنحنة دائما نروحوا نجيبوا في واحد لإيكس وفي واحد لإيقراج إذن دائما نروحوا لفي إيكس دائما في إيكس عند اللحظة صفر وعند اللحظة واحد وعند اللحظة ثنين وثلاثة وربعة كم كانت في إيكس دائما عشرة لا تتغير إذن VX دائما قاعدة عشرة إذن نكتب هنا نعوذ VX بماذا؟ بعشرة عشرة مربع زائد زائد ماذا؟ V1 Y إذن نروحوا عند VY شان ديروا نديروا الإسقاط عندنا وحدة الإسقاط عندنا وحدة هذه هي نقوم بالإسقاط أولاً هكذا ثم عند التقاطع نقوم بالإسقاط هكذا شيء بسيط جداً الآن منا لهنا شو تبع معنا مربع صغير اثنين معنا مربع واحد كبير وعننا مربع ثاني هنا عشرة معنا نصف عشرة شحال خمسة إذن VY تعواحد شحال خمسة بكل بساطة خمسة ماذا؟ خمسة أبناء ماذا؟ خمسة متر على الثانية لأننا نتكلم على ماذا؟ على السرعة نتكلم على السرعة نعوذ إذن زائد خمسة مربع الآن كم تساوي V1؟ بالآلة حسيبة سنجدها 11.18 ووحدة السرعة متر على الثانية وهنا أبنائي نكون قد أنهينا حل هذا النموذج وهذا التمرين المقترح وبقوة للفصل الثاني سواء فرض أو اختبار في الأخير الأبنائي لا تنسوش الدعم قناة أستاذ حمياني فيزياء ولمازال ما يشتركوا في القناة عليهم بالإشراك فيها وتفعيل زر الجرس حتى تصلهم الضروس وقتها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته